السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشفوا هاد الفيديو اليوم ان شاء الله نشارك معكم الكيش سهل واقتصادي اللي غنحطرهم بعاجينة اقتصادية وسهلة بدون سبدة وبدون حليب وبدون اختمار ايضا كتوجد في خمسة دقائق اللي غنحطر معكم ايضا حشواء بصدر الدجاج والطغايا كيش اقتصادية وسهلة وبنينة اللي كتخلي هاد الكيش يجي رائع في المضاق وفي المنظر ايضا فتابعوا الفيديو للاخير فبسم الله وعلى بركتي الله نبدو في تحضير العجين هاد الكيش هنا عندي نصف كأس تع الماء لما الكاس اللي كي يعبر لي مئة وعشرين ميلي لتر ونصف كأس ايضا تعز زيت يعني الكاس ديال العنباء هنا كنعبره بكاس تع العنباء وعندي نصف ملعقة صغيرة ديال الخميرة ديال الخبز يعني الخميرة الفورية ونصف ملعقة صغيرة ديال الملح كنضيفه حبة من البيض كنخلط هاد المكونات كاملين بالنسبة للكاس كنعبره بكاس العنباء الماء والزيت نصف كأس ماء ونصف كأس الزيت وكنضيفه الدقيق تدريجيا هنا كنضيف الكأس اللول وكننخلطه مزيان داك الكأس اللول ما عدوك المقادير اللي قدرنا في الأول يعني كان ميكس يوم زيان تما كيبقى لنا دوك الحوبيبات وكندير هنا كأس الثاني وكأس الثالث يعني كتديري ثلاثة الكيسان بنفس الكأس اللي أعبرنا به كتديري ثلاثة الكيسان وكتجمعي العجينة ديالك ولكأس الرابع كتديريه تدريجيا لان كل واحدة ودقيق ديالها يعني هنا كنديروه تدريجيا انت كنحصلوه العجينة بحل ديال الصابلي و العجينة ديالنا ما كان عجنوهاش كنجمعها فقط كما تلاحظو ما كاندلكوش العجينة كنجمعوها فقط براس ديال أصابيه كما تلاحظو هنه كنديرها على طاولة العمل باش نجمعها فقط يعني كنجمعها فقط فقط مكان ديالكوهاش باش يكون لنا في هادوك طبقات ديال العجينة يعني كتكوول لنا بحل العجينة المورقة كيما كتلاحظو كنجمع فقط بهذا الشكل صافي هنا ما كان خليوهاش تخمر نهائيا كنجيب لمدلك ديالي وكنجيب لمول ديال ليمينيكيش كنجيب لمول ديال ليمكنيك ايضا تدريها في مول يعني عائلي في لمول كبير ديال ليكيش هنا أنا فضلت هاد ليمول صغيرين كنجيب لمول ديالنا وكنجيب لمول ديالي عن جنب وكندهنو لمول بالسبتة ضروري ندهنو لمول ديالنا بالسبتة يمكننينا ايضا ندهنو هم بسيت يعني اللي بغاي يصغني عن السبتة ايضا ندهنو هم بسيت صافي كندهنو هم كاملين وكنجيب العجين ديالي كان هنا بالاسعنا بالتاقيق كان نرشي طاولت العمل ديالي بالتاقيق وأنحل العجين بلمدلك كيما كتلاحظو سوف نحلوه بالمدلك كما تلاحظو يعني كي يبلك فيه بحل طبقات ديال العجينة بحل العجينة ما مندلوكاش لهذا ما خاصناش ندلكوها باش يبقوا فيه دك الطبقات في العجين ديالنا سوف نحلو بهات الشكل نحاولو نحلوه على شكل مستطيل نجيبو ليمول ديالنا نقدوهم باش نحطو عليهم العجين نكشيرو حلينا على شكل مستطيل باش يجينا فوق ليمول ديالنا بهات الشكل سوف نقدو العجينة ديالنا بهات الطريقة يعني كندخلو شوية العجين الوسط ديال الليمون وكندوزو عليه المدلك يعني الحلان بهات الشكل باش نحيدو العجين السائد سوف نحيدو العجين السائد هات السوائد ديال العجين وما كان نحيدوهم ما كان ندلكوهمش فقط كان نجمعو العجين كيما كتلاحظو كان نحيدو العجين كامل للسائد وما كان ندلكوش كان نجمعوه بهات الشكل سوفي كان نحطوه عن جنب وكان قد ليمول ديالي بهات الطريقة بالنسبة للبناس الضروري كان قدوه بهات الشكل وكان قرموه جنب بهات الشكل باش ما يطيحوش لنا وايضا نتجمعش لنا عجينة في هات القناة لانا لكيش هات القناة فين كتتجمع لك العجينة كيبقى لك معالشن في هات القناة يعني في الحاشية سوفي كان قدوهم بهات الشكل كيما كتلاحظو بنفس الطريقة غن قدو جميع المولات بنفس الطريقة سوفي قدوهم بنفس الطريقة والعجين اللي كان حيين ما كان نعجنوش بالنسبة لبناس هات العجينة فخرجت لي ناشر قطعة أنا طيب تستلولين هاد عو تاني طيب تستل وحدين اخرين لانا الليمول عندي فقط تستدي الليمول سوفي كان تقبوهم هكا بالفوخشيت ونضغشوهم في الفورن اللي مسخن من قبل على 180 درجة كان خليهم فقط كي يطيبوا نصف الطيبة وكان خرجوهم ضروري نضغبوهم لبناس باش ما يتنفخوش لينا في الفران سوفي كان خليهم في الفورن كي يطيبوا نصف طيبة كي ما قد تلاحظو بهذا الشكل يعني غير كي يبدو كيتدهبوا لينا ما نخليوهم مش تيتحمروا سوفي في هاد المرحلة يمكنك تخزنهم في المجمد إلا بغيت تخزنهم في المجمد اللي يمكنك أيضا يعني تخدمي فيهم في نفس الوقت بالنسبة ليا أنا فخبيتهم في المجمد لمدة 3 أيام عاد أخدمت بيهم وخرجوا ليها 12 قطعة بالنسبة لدلعجينة خرجت ليها 12 قطعة هنا عندي ميقلات اللي غاتي نحضر الحشوة ديال هاد ليكيش قدرت فيها واحد بصل مفروم هنا عندي بصلة متوسطة الحجم مفرومة واحد ريس تعتومة أيضا مفروم يعني مهروس وعندي واحد ورقة سيدنا موسا وهذا لشومبينيون قدرت فيه لشومبينيون لعني الفطر المعلب اللي قطعتو بهذا الشكل سوف أدرت الزيت في المقلات والأول البنات درت الزيت في المقلات عادة درت البصل وهنايا درت مليحة شوية المليحة حسب الضوغ والإبزار أيضا سوف نشحروا هاد المكونات نشحروا البصل ديالنا مع هاد الفطر مزيان مليكي يتبلينا ذاك البصلة نزيد صدر الدجاج اللي كان قطعوه كرقيق واحد ملعقة كبيرة ديال قصبورو المبنوس مفرومين وهنا عندي ملعقة صغيرة ديال توابل ديال السمك بالنسبة لهاد صدر الدجاج تبلتو بالتوابل ديال السمك وملعقة صغيرة ديال المطاغ فقط البرنات هادو هما توابل اللي غاتين ديال هاد الدجاج يعني قدرت لي هانا التوابل ديال السمك باش يعني كيجي واحد المضاق رائع كتوضر اذك الطعم ديال الدجاج كيجي بحل السمك صافي كنشحروه مزيان تاكي ينشف ليناء هاد الدجاج من الماء اللي فيه يعني تاكي ينضج ليناء تماما هاد سدر الدجاج صافي كنطفي عليها النار وغنمرو الآن نحطروا لبا غاياكيش اللي عندي واحد ليناء كندير في علبة الزبادي بدون سكر كندير واحد العلبة تاع دانون مستوس واحد متلت جبن يعني فرمج متلت وكندير واحد حبة على البيض ونضيف أيضا ملعقة صغيرة ديالناشا لما يزينها ونضيف رشة إبصار وأيضا رشة ملح تضروري نضيف رشة ملح فقط هنا المعدنوس مفروم نضيف مفروم صف بالنسبة لبناس نضيف رشة ملح خميرات الحلويات يعني نضيف رشة ملح نضيف نضيف ضروري نضيف صف البيناس نعمر المجمد لمدة ساعة عادة نعمر يعني بالنسبة لبناس هذه الحشوة أعمرت 4 ساعة نضيف نضيف حشوة نضيف حشوة نضيف كاملين ونضيف الفورمج الأحمر كاملين بعد الطريقة كما تلاحظوا نضيف الفورمج الأحمر من تحت نضيف الحشوة نضيف الفورمج الأحمر بهذا الشكل نضيف لابا غايا كيش ساعة القطع هنا من تحت حشوة لأن حشوة قليلة قليلة لابا 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 بعض كاملين كاملين دخلوهم كاملين الفورمج كاملين فورمج في المنظر و كاملين أحمر يجب رائعين و كاملين زينة الصوت و و بقدونس الذي يتحب الفورمج أحمر يجبون رائعين البنات كنتم نائنا لإعجابكم وتجربوهم فعلا جوا اقتصاديين وسهلين في التحضير وناجحين 100% خصوص العجين ناجح 100% وأيضا لبا غاية فهي سهلة واقتصادي كما تلاحظوا ضروري نديروا فيها واحد شوية ساعة خاميرات الحلويات باش تجي نطالع بهذا الشكل تجي رائع وعطي المنظر رائع كما تلاحظوا أدوه الشكل ديالهم من الداخل يجي وعطي العجين كما تجي طائبة من الداخل وكما تجي فتية وكما تلاحظوا أنها تجي مورقة يعني فيها الفواجات من الداخل وكما تجيش العجينة من دكسة لأنه لم يكن لكوش العجين فعلا العجين رائع واقتصادي وسهل في التحضير أيضا هذا هو الفيديو دياليوم انتبنا نائنا لإعجابكم لا تنسوناش باللايكات والبرتاج للفيديو وإذا كنتي أول مرات تكتشوف الفيديو ديالي لا تنساش تشترك معي في القناة اضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل شيء جديد فضلا وليس أمرا وشكرا على المشاهدة وإلى اللقاء